السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا بنا على الحبيب الله يحييكم موضوعنا اليوم حساس كالعادة واليوم بتكلم عن العين العين هذي اللي علقوا بها كل ما تتخيل في الكون يقولون عين ففلان جت عين يا جماعة أبغى أعرف اللي يعلمون الغيب هذولا اللي يقدر يحدد أي مرض يقولون سببه العين أتحدى يا رجل إذا واحد يصيب بحالة نفسية نقص فيتاميندال ولا اكتئاب ولا نقص بيثناعج عين وتفل وضرب وجلد يا جماعة حتى مدبين المخدرات يضعفون وصلهم مشاكل نفسية وقالوا الولد محسود معادي يروح الدوام معادي يروح المدرسة معيون عين يا جماعة تفاقمت فكرة العين إلا أنا أصبحنا بنعلق عليه كل شيء كل فشل في الدنيا بنعلقه على العين وأنا أتحدى أي واحد يقول المرض فلاني بسبب عين يكون عالم غيب واللي يعلم الغيب أن تعرفين أشي عقوفته من الله هذه معلمها للله هذه مفروض يصاب بها أعلى رجل في الدولة لأنه عنده تريليونات هذه يصاب بها بيزوس اللي عنده 700 مليار ولا 800 مليار ريال سعودي يصاب بها العلماء يصاب بها الأطباء الاستشاريين مع ذلك ما جمشي يقول لي واحد من المشايخ يقول ما يجيني إلا الضعفاء الجهل اللي يذيني لا يقرؤونه ولا يكتبونه اللي يقولون عندي مرض وعندي مرض وحاطين حتى يخوفون الناس يقول لي إذا جدت كدمات في جسمك وجاك تعرب في ظهرك في الليل وجاك في الرؤية في الليل تشوف كده كده معنا أنه حسد انتهى المضوع شبعنا تجي كدمات اه حضربها الجن يضربونا في ظهرها عشان تطلع كدمات ولا تعرق آخر الليل ولا أنا أعتقد أنه من ثقافة الجاهلة أنه علق أي غلطة يصاب بها الإنسان على العين أن الواحد يخاف أنه ينجح أو يظهر نجحه عشان يقول العين يخاف أنه يخفي نعمة الله عشان يقول العين ولذلك العين موجودة والعين حق لك تحدى من أم واحد يقدر حددها واللي يقول أن العين هذه هي سبب المرض اللي عنده فلان ولا تفليسة فلان ولا مدمن المخدرات الفلاني أنه ما عنده عين أتحدى ولذلك نقول أمور كثيرة جدا موجودة الكهرباء لا نراها ولا نلمسها لكنها موجودة فهمتوا الفكرة ولذلك نقول جعل العين مريبة لنا وتخيفنا من أي عمل نعمله في الدين نقول خاف العين خاف العين هذه كارثة دينية وكارثة إسلامية يا جماعة اشتغل وكلنا على الله ولو يعني ولو أن العين ولو أن العين تصيب كان أصابت الأغنياء والأطباء والدكاترة والناجحين في العالم وما أصابتهم ستة ألاف مليون إنسان كافر ما أصابتهم يعني ليش نعلق كل غلط يصير في الكون على أنه عين أي شيء مجهول ما يقدر نفسره على أنه عين خلونا ننفك شوية من عقدة العين العين موجودة والعين حق خلها على جنب لكن يثبت لأن المرض اللي أني سببها فأنت فأنت الرجل اخترقت العادة وزي اللي يعرف يوم القيامة متى يجي في مجاهل في الأرض اللي هم تتحدد يوم القيامة ومتى يوم الحساب ويوم الساعة وهذا يتحد وحد ما يقف إن تموت إيش بيصير فمن يستطيع أن يعرف أن هذا المرض بسبب العين هذا يعتبر من الخوارق في الكون هذا المهرض نحطه نبي على طول مباشرة العين موجودة لكن ما حد يقدر يقول أي مرض نسببها العين عنا الله وياكم ونحاولنا ما نضخم ونشكك الناس في الدين بمثل هذه الأمور يعني الدين عظيم نحن لم نفهم الدين لا يجوز أن نربط أي معلومة باسم الدين أو باسم عين أو باسم ذلك ما يحق أن نعلق لأن أي غلطة ستحصل سيربطونا بالدين ويشكك الناس في ديننا ونحن لا نريد أحد نشكك في ديننا